هو ليس متحفاً للكائنات المنقرضة وليس للجوراسيك بارك حديقة الديناصورات الشهيرة هو فندق افتتح في العاصمة اليابانية توكيو حيث الموظفون فيه أغلبهم أجهزة آلية إنسان آلي وديناصورات تسعة أنواع من الروبوتات تعمل في فندق هننا تساعد في التحقق من هوية النزلاء وتنظيف البهو والترفيه عن الضيوف الفندق الياباني لا يخرج من الموظفين البشر الذين يساعدون في صيانة الروبوتات التي يصل عددها إلى 140 روبوتان أول فندق من سلسلة فنادق هننا أوتيل التي تعني باليابانية الفندق الغريب كان قد افتتح في ناغازاكي جنوبية اليابان قبل عامين وقد دخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية بوصفه أول فندق يديره موظفون من الروبوتات إشارة إلى أن أسعار الإقامة في غرفة مزدوجة لليلة واحدة في هذا الفندق تبدأ بما يعادل 122 دولار أمريكيا ومن المقرر افتتاح فرع ثالث للفندق هننا هذا الصيف في وسط اليابان